السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوى فكرة ممكن تشوفها باستخدام بلاطة الشحن بلاطة الشحن دي هنعمل منها مشروع في غاية الروعة وفي غاية الجمال كلنا مش هنقدر نستغنى عن فكرة وعن فيديو اليوم ولو ما عندكش البلاطة دي بعد مشاهدة الفيديو صدقني هتبحث عنها وهتجيبها لأنها هعمل لك منها مشروع وفكرة قيمة للغاية أنا بقول فكرة ما تخطرش على بال العفاريات تعمل بفضل الله سبحانه وتعالى هنقدر نعملها وهنقدر نستفيد منها في مشروع ممتاز للغاية بس الأول عايزين نعرف إيه هي بلاطة الشحن ونجيبها منين ووظيفتها إيه قبل ما نعمل الفكرة نفسها وهنعملها دلوقتي وإن شاء الله هنشوفها كلنا على الطبيعة بس الأول لو أنا أول مرة بشوف الفيديو أنا مش عارف يعني إيه بلاطة شحن بلاطة الشحن دي يعني منظم الشحن اللي موجود في الموتسيكل الصيني منظم الشحن ده بيشتغل إزاي وبيعمل إزاي في الموتسيكل بياخد الكهرباء الأي سي اللي خارجة من ملف الموتسيكل اللي زي ده بياخدها على الطرفين الطرف اللي هو لونه روز ده واللون الأصفر بيخرجهم لي موجب وسالب على الأخضر وعلى الأحمر ده بيبقى سالب وده بيبقى طرف الموجب تمام؟ كده إحنا مركزين مع بعض الأصمر ده مسؤول عن الدوارة بتاعت الموتسيكل أنا في فكرة اليوم ما ليش علاقة بينا هائيا ولكن مبدئيا أنا عارف أن أنا بياخد الكهرباء الأي سي من هنا سواء كانت خمسين فولت تلاتين فولت أربعين فولت عشرين فولت بيخرجهم لي اتناشر فولت سابتين على الطرف الأخضر وعلى الطرف الأحمر هنا أن هي بتاخد التغذية بتاعتها من ملف الموتسيكل اللي نتيجة الدوران بينتج معنا الكهرباء الأي سي وبالتالي بتدخل على منظم الشحن وتخرج هنا متسنترة وسبتة على كهرباء دي سي وكمان وظيفتها أن هي تشحن البطارية أوتوماتيك وتفصل عن البطارية الشحن أوتوماتيك نيجي بقى علشان نقدر نوظفها في فيديو وفي فكرة قيمة للغاية كلنا بنبحث عنها وهتوفر علي فلوس كتير وكمان هتحمينا من خسارة أغلب الأجهزة اللي موجودة عندي أنا عندي جهاز انفيرتر زي دا كده أهو بيشتغل الانفيرتر برضو بياخد كهرباء على الأقطاب بتاعته طرف موجب وطرف سالب لازم الطرف الموجب والطرف السالب ده لما بوصله على البطارية بيخرج لكهرباء متين وعشرين هنشوف مع بعض برضو على الطبيعة دلوقتي سريعا ادي الكهرباء ادي البطارية وهنبدأ نوصل عليه نوصل عليه كهرباء البطارية طرف سالب وطرف موجب هنا فيه خارج بتاع الكهرباء المتين وعشرين نوصل كده ادي المتين وعشرين ودي الزر ده يبقى شغال كده اهو هنشوف بعد الوقت بلط الشحن دي هتحمينا من ايه وهتحللي مشكلة ايه اللي انا بعاني منها وملايين من اخواتنا بعاني من المشكلة اللي هنقدر بفضل الله نحلها باستخدام بلاطة الشحن انا هنا فيه طرف سالب وفيه طرف موجب انا هلمس اهو مع بعض نركز مع اللمبة هتنور ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم اهو اشتغل الانفيرتر ونورت معايا اللمبة المتين وعشرين احنا هنا بقى هنبدأ نتكلم في النقطة اللي عملنا بخصوصها فيديو اليوم وهنوظف فيها بلاطة الشحن انا هنا وصلت الطرف الموجب والطرف السالب ملايين من الناس انا شوف انا بقول له واحد هيقول انت بتزايد انا مش بزايد ملايين من الناس بتبوز الجهاز ده وبتبوز اي لد عنده او اي حاجة موجودة عنده بسبب خطأ النسيان اثناء التوصيل بيبدل السالب مكان الموجب ويوصل بيضرب الجهاز بيولع خلاص كده شكرا مع الف سلام باز عليك الجهاز سواء 8000 او 3 او 5 او 4 نركز كويس في الحتة المهمة للغاية انا لو وصلت الاكتاب مقلوبة اتحرق الجهاز خلاص لو وصلت اللد بالمقلوب اتحرق اللد وباز عندي خلاص مفيش اي فايدة خلاص هيترمي طيب ايه اللي هيحلل المشكلة دي انا قدر احل المشكلة دي باستخدام بلاطة الشحن هنقدر نحل المشكلة دي باستخدام بلاطة الشحن يعني معنى كده ان انا ممكن اوصل غلط وبرضو الانفيرتر يشتغل نعم ممكن توصل غلط والانفيرتر يشتغل او اللد او اي حمل انت محمله هيشتغل معاك حتى لو ضفيرة سيارة حتى لو اي حاجة عندك بتشتغل بال12 فولت وانت خايف من عكس الاكتاب هنحل المشكلة دي الوقت سريعا باستخدام بلاطة الشحن وهتنتهي المشكلة دي للابد وهيبقى انت شغال بامان لو طفل صغير وصل الاكتاب هيشتغل معاه الجهاز سواء انفيرتر او سواء لد او سواء محرك او سواء اي جهاز انت حابب تشتغل عليه يبقى الفيديو قيم فكرة قيمة جدا ويا ريت اقواتي اللي بيشاهدون لحد الان قبل ما تنسى تعمل لايك للفيديو علشان نقدر نستمر ويا ريت تشير كمان الفيديوهات بتاعتنا عندك كده انا مبدئيا احنا قلنا ان الداخل بتاع البلاطة بياخد هنا كهرباء اي سي بيخرجها لي موجب والسالب سبتين ومتسنطرين على الاخضر وعلى اللون الاحمر اللون الاحمر ده بيبقى ايه اللون الاحمر ده بيبقى طرف الموجب والسالب بيبقى الطرف الاخضر طيب يلا نجرب مع بعض كده سريعا نشوف ايه اللي هيتم لو انا وصلت هنا على الانفيرتر هيشتغل ام لا بس الاول هنجرب حاجة مع بعض علشان يبقى بالقافو ويبقى عارفين الطرف الموجب فيهن والطرف السالب فيه هنوصل كده اهه disadvantage وهنيجي هنا احنا قلنا ان الخارج بتاع الكهرباء بتاعة بلط الشحن بيبقى السالب اللون الاخضر والموجب اللون الاحمر طيب انا هسبت بقى الافو كده سريعا اهو بسم الله الرحمن الرحيم هاده اللون الاخضر هنسبت عليه السالب بتاع الافو اهو واللون الاحمر هنسبت عليه الموجب بتاع الافو كده انا سبت الطرف الموجب والسالب على الخارج من بلاطة الشحن هنا هنيجي على الاطراف اللي يفترض انها تدخل على الكهرباء اللي خارجها من الملف هنوصلهم على البطارية هنوصلهم على البطارية بقى احنا هنعرف حاجة قيمة دلوقتي ان البلاطة دي بتاخد سواء AC او DC بتسنطروا وتخرجوا لي موجب والسالب اي ان كان تبديل الاقطار طيب يلا نجرب مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اهو انشيل الاسمر بعيد ونبدأ نجرب ادي الطرف و ادي الطرف التاني نجي هنا كده عشان تصويري يبقى باين هنوصل ادي طرف اهو والطرف التاني نركز مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم كهرباء خرجت عندي اتناشر فولت موجب والسالب زي ما انتوا شايفين طيب نبدل كده مع بعض اهو بسم الله انا بدلت اهو كده بدلت اهو برضو مازالت اتناشر فولت الموجب موجب والسالب سالب يبقى انا ببدل بعمل اللي انا عايزه هي شغال تب يلا نجرب الانفيرتر بقى كده بعد اذنك نجرب الانفيرتر بعد اذنك كده سبتنا دي بقى فيز هنا في اليد بتاعت الانفيرتر وهنبدأ نوصل الاطراف بتاعتنا هنوصل اي طرف مكان التاني اهو وصل كده بسم الله الرحمن الرحيم نجرب كده الانفيرتر بسم الله اشتغل معايا الانفيرتر زي ما انتم شايفين اهو تمام اهو جهاز الانفيرتر شغال زي الفول نفصل كده نقلب بقى الاكتاب نبدل كده القطب ده مكان التاني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اشتغل برضو الانفيرتر ما فيش اي مشكل اهو تمام نقدر نبدل وهو شغال كده علشان برضو اي حد بيشكك يبقى عارف احنا عملنا ايه بدل كده هو شغال اهو هاتبقى الطرف التاني هنا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين برضو ما زال الانفيرتر شغال بدون اي مشاكل وبدون معاناة الاول لو انت وصلت وبدلت الاكتاب اعتبر ده بقى كده شكرا اتحرق منك بنسبة مية في المية يا ليه اخويا وحبيبي اللي بيشوفني ما يستخصرش انه يدعمني بلايك وكمان يشرفنا بالاشتراك وينتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته